قال ابن الجوزي وصنف لهم عبد الكريم ابن هوازين القشيري كتاب الرسالة وده برجع له ناس اللي زيرك وغيرهم يقول لك قال في الرسالة القشيرية وذي الرسالة بتاع الصفية طيب كثير بيستدل بيو قال فذكر فيها العجائب من الكلام في الفناء والبقاء والقبض والبسط والوقت والحال والوجد والوجود والجمع والتفرق والصح والسكر والذوق والشرب والمحي والإثبات والتجلي والمحاضرة والمكاشف واللوائح والطوالع واللوامع والتكوين والتمكين والشريعة والحقيقة إلى غير ذلك من التخليط الذي ليس بشيء وتفسيره أعجب منه ابقى الألفاظ كلها باطلة وجد فناء غيره كل باطل أنا صريت أذكر الكلام ده لأنه برد لك على شبهات كثيرة عند الصفية كل باطل طيب شبها ابن القيم في مدارية السالكين ما ذكر ألفاظ قريبة من دي جاب منزلة الفناء وجاب منزلة الوجد وجاب غيره وجاب غيره السكر برضو جابه الحل شنو؟ الشغر ربيع قال أصلا ده ما كلام ابن القيم لأنه أصلا الكتاب بتاع مدارية السالكين ده تهذيب لمنازل السائرين للهروي الهروي هو الوضع الحاجات دي الفناء والوجد وغيره 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 والسكر وغيره ابن القيم جهزبه ورد على الباطل فيه وعمل منه شنو يا جماعة مدارية السالكين